المواجهات الإسرائيلية الإيرانية على الأرض قد تهدأ مؤقتاً لكن الهجمات المتبادلة في عالم الإنترنت مستمرة وبقوة بحسب تقرير لصحيفة هارس الإسرائيلية رأى أن الحملة الإسرائيلية التي وصلت إلى ذروتها بالأسابيع الأخيرة وشهدت اغتيالات بالداخل الإيراني وخطط إيرانية بالمقابل لاستهداف إسرائيليين بالخارج ربما تكون قد انخفضت حدتها بدليل خفض مستوى التحذير من سفر الإسرائيليين إلى إسطنبول لكن في المقابل وبعد فشل طهران في الرد عملياً على اغتيال قياداتها فإنها لن تتهاون في الحروب الإلكترونية خاصة وأنها تهاجم عبر مجموعات القرصنة ثم تدعي بأن الأمر مجرد كذبة إسرائيلية أضاف التقرير أيضاً أن حجم الهجمات الإلكترونية الإيرانية ارتفع وسجل على ما يبدو نجاحات مؤخراً ردت عليها إسرائيل أيضاً بمهاجمات أو بهجمات قوية أبرزها الهجوم على أنظمة صناعة الصلب أحد أركان الاقتصاد الإيراني والذي سيستغرق إعادة تأهيل عدة أسابيع بحسب هارتس هذا في إطار الاستراتيجية الجديدة المتكاملة ضد إيران وفقاً للتقرير والتي تشمل أيضاً استهداف قيادات الحرس الثوري بالتوازي مع الهجوم المباشر على البنية التحتية للبرنامج النووي ومنشأة تصنيع الأسلحة كالطائرات بدون طيار وصولاً للهجمات الإلكترونية رغم عدم اعتراف تل أبيب بالمسؤولية عن عمليات القرصنة لكن التقرير استدل بالخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت الذي تحدث فيه عن الردع الإلكتروني مؤكداً أن الهجوم عبر الإنترنت سيتم رد عليه وبشكل فوري ما يراه التقرير ليس فقط اعترافاً بالهجمات بل وتهديداً مباشراً لإيران